حدثنا سفيان عن عاصمين عن أبي عثمان عن أبي قال كان ابن عم لشاسع الدار فقلت لو أنك اتخذت حمارا أو شيئا فقال ما يسرني أن بيت مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فما سمعت عنه كلمة أكره إلي منها قال فإذا هو يذكر الخطأ إلى المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن له بكل خطوة درجة حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن لك ما احتسبت دفن يحيى بن سعيد عن ألة طيمي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل بالمدينة لا أعلم رجلا كان أبعض منه منزلا أو قال دارا من المسجد منه فقيل له لو اشتريت حمارا فركبته في الرمضاء والظلمات فقال ما يسرني أن داري أو قال منزلي إلى جنب المسجد فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت بقولك ما يسرني أن منزلي أو قال داري إلى جنب المسجد قال أردت أن يكتب أقبالي إذا أقبلت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي قال أعطاك الله تعالى ذلك كله أو أنت كالله ما احتسبت أجمع حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عاصمين قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي بن كعب قال كان رجل يأتي الصلاة فقيل له لو اتخذت حمارا يقيك الرمضاء والشوك والوقع قال شعبة وذكر رابعة قال محلوفة ما أهلي أحب أن طنو بيب طنو برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت أو قال لك أجر ما نويت شعبة يقول ذلك حان عبيد الله بن معذي بن العنبري حدثنا المعتمل قال قال أبي رحمه الله حدثنا أبو عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل ما أعلم من الناس من إنساء من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد بيتا من المسجد منه قال فكان يحضر الصلوات كلهن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء قال والله ما أحب أن بيت يزق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال يا نبي الله لكي ما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه قال أنت كالله ذلك كله أو أعطاك ما احتسبت أجمع أوي كما قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تكد تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من حر الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال والله ما أحب أن بيت بطن ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت حملا حتى أتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه فقال مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت حانا محمد بن عمر بن العباس الباهيلي حدثنا سفيان عن عاصمين عن أبي عثمان عن أبي رضي الله عنه أن رجلا اعتز فأعضه أبي بيهني أبيه فقالوا ما كنت فحاشا قالا إن أمرنا بذلك ترجمة نانسي قنقر